مجالات عديدة جمعت الدولة المصرية بالدولة الألمانية ويأتي على رأسها القطاع الاقتصادي الذي شهد طفرة كبيرة خلال العقد الأخير حرصت مصر خلال هذه الفترة على إقامة شراكات ناجحة بأهم قطاعات الاستثمار وبشكل خاص في الطاقة والبنى التحدي طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا أسست لها علاقات سياسية متينة خلال السنة الماضية منذ تحمل الرئيس سيسي مسؤولية قيادة الدولة مصر تعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا في شتى المجالات سواء زيادة الصادرات أو جذب استثمارات مباشرة من ألمانيا لمصر فضلا عن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وقد انعكس ذلك على حجم التجارة البينية بين البلدين والذي ارتفع خلال العام الماضي 2023 بنحو 23.6% ليصل إلى 6.8 مليار يورو مقارنة بنحو 5.5 مليار يورو في عام 2022 وجاءت ألمانيا في مقدمة أعلى عشر دول بالاتحاد الأوروبي تصديرا إلى مصر وذلك خلال عام 2023 بقيمة واردات بلغت 4.1 مليار دولار هذا وتتوزع الاستثمارات الألمانية في مصر بين 1620 شركة تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد المصري وتوظيف آلاف العاملين وتتركز الأنشطة الاقتصادية الألمانية في مصر بقطاع الطاقة وخاصة توليد الطاقة الكهربائية والتعدين والنقل والبنية التحتية وكذلك التكنولوجيات المستقبلية هو إذن زخم كبير في العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية أصبح يركز مؤخرا على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك الهيدروجين الأخضر لدفع عجلة الشراكة الاقتصادية الخضراء والمستدامة بين البلدين